قال عطاء أن الذاكرين الله كثيراً قال هو من صلَّ الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخلٌ في قول الحق جل وعلا والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أي أن الذي يصلي سيذكر الله عند الوضوء وسيمشي وهذا ذكر المشي إلى الصلوات ترفعه درجة وتحط سيئة وعند الدخول يذكر الله وعند الصلاة يذكر الله وبين الأذانين يذكر الله وفي صلاته يسبحه إذن هذا ذكر من حافظ على الصلوات بشروطها وواجباتها وأركانها ومسنوناتها فهو من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات واللهم صلاة بعضنا تشكى إلى الله واللهم بعضنا لا يذكر الله لاحظوا أحبابي إذا فاتتك الصلاة وصليت لوحدك وش علوم صلاتك تمشي ميتين صحيح وبعضنا يصلي صلاة الظهر ست ما يدري ودائماً نسجد سجود السهو إذا صلينا في بيوتنا صحيح دائماً نسجدها هاي الرابعة هذه يا الرابعة ولا الخارب يا ابن الحلال خربانه والله ما أدري والولد قاطع قدامه والثاني جايب من كأس واللي الثالث مع قدر وتلقاه يؤشر طف وهالولد بيطيح مع الدرج صلاة على الله أسأل الله أن يعدلها وأن يقومها لذلك أحبابي حتى تكون من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات فلتكن الصلاة صلاة الخاشعين الذين يقيمونها أقيم الصلاة لدلوك الشمس ولذلك إقامة الصلاة ليست ليست أيها الأحباب وأداءها وأقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً إقامة الصلاة أن تؤديها بشروطها الشرط يسبق الفعل ثم أركانها وواجباتها ومسنوناتها داخلها هنا تكون من الذاكرين كما قال قال الإمام عطاء عليه رحمة الله ومن أهل العلم من قال أنه إذا واضب على الأذكار المأثورة في الصباح والمساء في الأوقات والأحوال المختلفة في الليل والنهار فهوى من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات وبعضها يعني يرجح ذلك إذا أدى الفرائض ثم استقبل الليل بذكر طويل جميل وردك أنت الذي تكتبه وردك أنت الذي تقترحه نعم هناك بعض الأذكار الثابتة أعوذ بكلمات الله التامات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء اللهم بك أصبحنا أصبحنا وأصبح الملك اللهم إني أسألك العافية وإلى غير ذلك هذه ثابتة كان الحبيب يقولها لكن تستطيع أن تكون لك ورد طويل كان بعض أهل العلم يقرأ الفاتحة مئة مرة الصلاة والسلام على رسول الله عشراً عشرين مئة مئتين ألف ألفين هذا ذكر مشاع مفتوح وعلى قدر أهل العزم وعلى قدر الإيمان يكون ذكرك بعضنا ورده ثلاث دقائق وهو ما شاء الله وهو ما ش يسولف وتسولف معه وينكت ويضحكه وتجد أن لسانه يتحرك أو شفتيه وهذا ذكر صاحبه غافل والبعض منا إذا جلت يذكر الله طلعت الشمس ولما يستتم والبعض منهم ترتفع الشمس وينتظر بعد ذلك نصف ساعة وساعة ثم يقوم يصلي لأن ورده منتهى وعلى قدر حبك وشوقك لله يكون الذكر في قلبك ولسانك ترجمة نانسي قنقر